أنا ولابد أن أعترف أن الأهلي ما كانش في يومه الأهلي ما كانش في يومه وكان غايب عنه التوفيق وكان غايب عنه نجومية بعض اللعيبة اللي كانت موجودة لكن هنتكلم في إيجابيات وهنتكلم في سلبيات علشان بس نكون منصفين وعلشان ما نجيش على حد ولازم يكون هوري نادي الأهلي يكون عارف أن احنا بنتكلم دايماً في الصالح العام عمرنا ما هنشوف الفريق ماشي بشكل وحش وهنطلع نقول الفريق كويس وعمرنا أكيد طبعاً الفريق لما يكون ماشي كويس هنطلع أقوله أنه هو ماشي كويس لكن نهاردة كان في بعض السلبيات إن شاء الله ميستر فايلر يشتغل عليها وليه أنا أقول بعض السلبيات عشان ده مش كلامي ده كلام ميستر فايلر في المؤتمر الصحفي لنا هاجر حضراتكم ما أتكلم في كل النقاط اللي أتكلم فيها ميستر فايلر علشان تعرفوا أدية عقلية المدرب أو عقلية ميستر فايلر هي عقلية كتيرة في عالم التدريب المدير الفني دايماً في كل مباراة مكسب يقول لك اللعيبة هم سبب في المكسب في الهزيمة يقول لك أنا أتحمل الهزيمة أو التعادل أو الإخفاق المدرب يقول لك أنا أتحمل المسألة دي علشان كده بقول لحضراتكم تاني إن من بعض الأمور اللي أنا حابب أتكلم فيها قبل ما نخش التصريحات ميستر فايلر إن الأهلي أيضاً يتأخر في دخول المباراة بسبب ما حدث قبل المباراة وإصابة وليد سليمان والاعتماد على أفشة وأيضاً دخول أحمد الشيخ ما كان وليد سليمان في القائمة هو كان مستبعد منها تماماً أكيد الأمور دي كلها لما بتحصل على غفلة أو بتحصل فجأة بتؤثر بعض الشيء في الأمور طب واحد يقول لي طب واحنا لو كنا نكسبنا كنا هنتكلم في كل الأمور دي لا طبعاً ما كناش هنتكلم بس كنا هنشير إليها يعني كنا هنقول إن أحمد الشيخ دخل القائمة وكنا مضطرين واللاعب قده بشكل كويس على فكرة لعب كرة القدم عنده عنصر مهم جداً هو عنصر النفسي لعب كرة القدم لو هنا عنده مش صافي أو هنا مش مستعد بينزل الملعب بيكون تاية أحمد الشيخ علشان يعني يوصل إن هو بارا المباراة وإن هو يخش ويلعب ويقدي بالشكل ده أعتقد إن حاجة يعني حاجة جيدة جداً جداً وده بيدل على إن كل اللعيبة اللي موجودة حتى لبارا الاسكور أو بارا التمنتاشر بيكونوا دايماً مستعدين إنهم يكونوا متواجدين في أي حال من الأحوال وده اللي دايماً المدارب بيكلم فيه مع اللعيبة إن كل اللعيبة اللي في الملعب واللي بارا الملعب واللي بارا خالص يستعد وممكن في أي وقت اللي بارا خالص ده يخش القائمة واللي جوه القائمة يبقى جوه الملعب واللي جوه الملعب ده يطلع بارا خالص كرة القدم دايما ما فيش حال بيفضل على حاله علشان كده بقول لحضراتكم أن التأخر نادي الأهلي في دخول المباراة بسبب واحد اتنين اللي أنا تكلمت عليهم ده كان سبب أيضا في حصل هدف مبكر في النادي الأهلي وأيضا كمان الأهلي عاد إلى المباراة لكن عاد يعني متأخر الأهلي كان محتاج يبدأ المباراة ويخش في أجواءها بسرعة لكن لعب قيمة وليد سليمان لما يحصل له إصابة قبل المباراة يرد بكل حسابات بشكل عام أعتقد أن ده شيء كان مؤثر جدا